اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نومنتive case with ضمّة accusative verb with فتحة and الجزم case with سكون الجر case with كسرة these four cases for الإعراب فتحة ضمّة كسرة سكون الجزم case when it has سكون or deleting the noun or deleting the vowel letter in the end حسف الحرف الصوتي حالات الجزم يكون الفعل مجزوم بالسكون أو بحذف النون أو بحذف حرف العلة this case or this الجزم case deleting the letter of noon from the five verbs or deleting the vowel letter if the verb has a vowel letter in the end or we put at the last letter حركة السكون this verb is مجزوم now with the present verb مرفوع الفعل المضارع مرفوع the present verb in normal situation مرفوع بالضمّة rising with ضمّة but we have some articles if they enter to the present verb they make this verb مجزوم not مرفوع we have examples from القرآن الكريم إِنْ تَتَّقُ اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا here we have articles these articles do two things in the sentence we have الشرط the condition and الجزم الشرط والجزم condition and مجزوم when we have condition we have two verbs first one فعل الشرط active of condition the second answer of the condition جواب الشرط فعل الشرط وجواب الشرط when we have condition also these articles make the present verb with the الجزم case in one of them from these articles in مَا أَيْنَمَا مَنْ مَنْ مَتَا أَيَّا كَيْفَمَا حَيْثُمَا أَنَّا مَهْمَا أَيْنَا أَيَّانَا first one in تَتَّقُوا اللَّهَا يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانَا we have here two verbs تَتَّقُوا and يَجْعَل يَجْعَل with سُكُون يَجْعَلْ لَكُمْ this is answer for the first verb in تَتَّقُوا اللَّهَا this is the first clause in تَتَّقُوا اللَّهَا what's the answer يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانَ الفعل تَتَّقُوا فعل مُضَارِع مَجْزُون بِحَسْفِ النُون لِأَنَّهُ مِنَ الْأَفْعَالِ خَمْسِ present verb مَجْزُون with deleting the letter of noon because this verb from the five verbs أنتم يُو ان تَتَّقُوا أنتم يُو ان تَتَّقُوا اللَّهَا يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانَ also this verb is active of the condition فعل الشرط active of the condition فعل يجعل answer of the condition ان تَتَّقُوا اللَّهَا يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانَ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ يَعْلَمْهُ the first verb تَفْعَلُوا من خَيْرٍ the second verb يَعْلَمْهُ يَعْلَمْ also فعل مُضَارِعْ مَجْزُوم تَفْعَلُوا فعل مُضَارِعْ مَجْزُوم بِحَسْفِ النُون recent verb مَجْزُوم is deleting the letter of نُون تَفْعَلُونَ تَفْعَلُوا وَمَا تَفْعَلُوا also this is active of the verb the second answer of the verb أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُمُ الْمَوْتُو the same thing تَتَّقُوا تَفْعَلُوا تَكُونُوا فعل الشَّرْط يُدْرِكُمْ also كَافْسِكُونَ جَزَمْ يُدْرِكُمْ أنْتُمْ يُدْرِكُمْ المَوْتُو مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينَ the verb is يُرِيدِ يُرِيدُ with يُرِيدِ اللَّهُ مَنْ يُرِيدِ اللَّهُ also deleting the vowel letter in the end حَزِف حَرْفِ الْعَلَّ deleting the vowel letter vowel letter أ و إي the letter of المَدّ الطَّبِعِي natural these vowel sound with الجَزْم we delete them مَنْ يُرِيدِ اللَّهُ يُفَقِّهُ يُفَقِّهُ بِرْتَا sorry here you read with but we put الكَسْرَ because after that we have another سكون يُرِيدِ اللَّهُ أَرَادَ يُرِيدُ the vowel letter not in the end but before it يُرِيدُ يُرِيدِ اللَّهُ here يُرِيد سكون we put الكَسْرَ because after it also we have another سكون حَتَّى لا يجْتَمع عَسَّاكِنَيْت مَنْ يُرِيدِ يُرِيد فَعَل مُضَارِع مَيزُّون بِالسُكون وَحُرِّكَ بِالْكَسْرِ مَنْ عَمْ لِالْتِقَاءَ السَّاكِنَيْنِ present verb may zoom with a سكون we movement it with كسْرَ and the two سكون don't come together this is active of the verb يُفَقِّه هَا سكون second verb also فَعَل مُضَارِع مَيزُوم وَهُوَ جَوَابِ شَرْت this is answer of the condition متى تأتي here we have a vowel sound تأتي أنت when you come تأتي with ya تأتينا this known personal pronoun نحن تأتينا تأتي فعل مضارع مجزوم with deleting the vowel letter in the end تأتي without ya just تأتي small t تأتي متى تأتي تجد خيرا this now it's attached object pronoun تأتي with كسرة فعل مضارع مجزوم بحزف حرف العلي recent verb مجزوم with deleting the vowel sound the vowel letter تجد فعل مضارع مجزوم بالسكون وهو جواب الشر تأتي active of the verb تجد answer of the verb also أي كتاب تقرأ أقرأ أقرأ سكون أقرأ سكون active of the verb answer of the active of the condition answer of the condition كيفما تكون يكون تسير أسير تأتي تجد also تأتي تأتي deleting the vowel letter تأتي مهما يكون معك من برهان يخالف أين تذهب أذهب أيانا تزر نا تجد خير تزر نا also فعل مضارع مجزوم تجد active of the condition answer of the condition so these articles do two things in the sentence it's made two verbs with an الجسم case the first one is active of the verb فعل الشرط the second جواب الشرط تأمل أدوات السابقة look at these articles في الجمال الفعلية in February sentence you will find ربطت فعلا بفعل it linked verb with another verb ربطت it attached verb with a verb linked verb with a verb ربطت بينهما وجزمت الفعلين make the two present مضارع with الجزم جزمت الفعلين المضارعين معا cause of the present verb present verb make them in الجزم case the first one we called it فعل الشرط active of condition والثاني جواب الشرط and the second is answer of the condition this is about أدوات الشرط الجزمت we have أدوات الشرط الجزمت and أدوات الشرط غير الجزمت أدوات الشرط when we have two verbs the second answer of the condition the first active of the condition now but without any جزم لو زورت ني لأكرمت ك أكرمت زورت أكرمت وزورت both of them condition وزورت and أدوات الشرط غير الجزم condition articles Also, we have articles لو, if, لولا, لما, when, كلما, always, إذا, if. These articles, it's entered to the present sentence, but don't make algebra with it. Not the present, past verb, لو زرتني لأكرمتك. If you visit me, I will honor you, but you didn't visit me, so, كاذا? لو زرت, 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 زرت فعل مضارع, but not فعل مضارع, مش زوم. زرت, sorry, فعل ماضي, past verb, زرت. لو زرتني لأكرمتك. أكرمت and زرت. تا, here in the first verb, زرت. This is subject. تا الفاعل المتحركة. Movement, subject. أنت, you, masculine. فعل ماضي. مبني على السكون. Here, this is, سكون, not جزم. فعل ماضي. Past verb, مبني. Building with سكون. مبني على السكون. زرت. Why are you building with سكون, not with فتحة? هو زارة. هو كتبة. The infinitive. Because here, we attach it with movement, subject. هو زارة. أنت زرت. أنت زرت. تا, تو, تا, تو, تي. This movement, subject. In the past verb. Here, we build the past verb with السكون. فعل ماضي مبني على الفتحة. لاتصالي بتاع الفاعل التحركة. لأكرمتك. لأكرمتو. Also, same thing. أكرم. فعل ماضي مبني على السكون. لاتصالي بتاع الفاعل المتحركة. لو كنتو متخذاً خليلاً لاتخذتو. لو كنتو لاتخذتو. Also, فعل ماض. كنتو. كان يكونو. كنتو. In the past. فعل ماض مبني على السكون. لاتصالي بتاع الفاعل التحركة. Past verb. Building with the second. Because it attached with movement, subject. Also, لاتخذتو. هنا كنتو. لو كنتو. أنا. I. لاتخذتو. Also, أنا. I. لاتخذتو. I will talk. لاتخذتو. فعل ماض مبني على السكون. لاتصالي بتاع الفاعل المتحركة. Here, we must be careful with السكون. When the present verb condition articles, we say مجزوم. مجزوم. But with the past verb like this, we say مبني. الفعل الماضي. The past verb always مبني. الفعل المضارع مرفوع. الفعل الماضي. مبني. Building. With fathah. But if it attached with movement, subject. Movement attached to pronoun. Now, it's building with السكون. مبني على السكون لاتصالي بتاع الفاعل المتحركة. So, this article doesn't make any jazim in this sentence. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. The first sentence. لولا أن أشق على أمتي. This is condition. The first verb. فعل الشرط. لأمرتهم بالسواك جواب الشرط. Answer of the condition. Also, أن أشق على أمتي. أن حرف ناصب. أن حرف ناصب. أشق على أمتي. أو أشق على أمتي. أن أشق على فعل هنا. أشق على. This verb. فعل مضارع. Present verb. فعل مضارع منصوب بأن. As fathah because before it we have أن. أن أكتب أن. أقرأ أن أسمع أن. When we have these articles أن. With the present verb. We change الضمّة. أن أشق على أمتي. With dommّة أشق في عمضار مرفوع. أن أشق. أن حرف ناصب. ناصب. Article. أشق فعل مضارع منصوب. فعل مضارع منصوب. Present verb. With ناصب. على أمتي. لأمرت. Also. أمرت. أمرت. فعل مض. Or. أمرت. نعم. أمرت. فعل مض. مبني على السكون. لاتصاله بتاء الفعل المتحركي. Also. Past verb. بلدين والسكون. Because it's attached. It's moving subject. لولا الهجرة. لكنت امرأة من الأنصار. Also. لكنت. كنت. فعل مض. مبني على السكون. لاتصاله بتاء الفعل تحركه. لما عرج بي. رأيت إدريسة في السماء الرابعة. عرج رأيت. لما عرج بي. رأيت عرجة. فعل مض. Past verb. But in passive case. Not in the. مبني للمعلوم. Passive voice. عرجة. ضم أوله وكسر ما قبل آخره. رأيت. فعل مض. مبني على السكون. لاتصاله بتاء الفعل تحركه. All these verbs like that. تأمل أدوات الشرط السابقة. وما عاني هذه الأدوات مختلفة. They have many meaning. لو تفيد امتناع الجواب لامتناع الشرط. When we use لو. Article لو. تفيد امتناع الجواب. There is no answer. Of the condition. Why no answer of the condition? Because there isn't any active offer. لو زرتني. You didn't visit me. So there isn't any answer. Then to feed امتناع الجواب لامتناع الشرط. No answer because there is no condition. لو ما ولولا تفيدان امتناع الجواب لوجود الشرط. With لو لا and لو ما we have condition but without any answer. لو لا الهجرة لكنتم رأى من الأنصار. There is hijرة but he wasn't was a man from الأنصار. لو لا ولو ما تفيدان امتناع الجواب. There is no answer of the condition but there is active of condition. لاما when we talk about the past time or post tense إذا تفيد للمستقبل for the future إذا درستا تنجح if you studied you will pass the exam إذا درستا for the future كلما for repeating thank كلما زرتني اكرمتك anytime you visit me I will honor you كلما تفيد التكرار repeating these articles غير الجازم not الجازم condition we have two kinds first one جازم the second غير جازم غير جازم we'll stay in al-condition اقتران جواب الشرط بالفا when we put the answer of the condition with al-fa we couple coupling the answer of the condition with al-fa اقتران جواب الشرط بالفا here we have اسلوب الشرط we have style or method of the condition we don't have condition directly اسلوب الشرط the method or the styles of condition we don't have condition directly this is condition here they told us something if you ومن يهو is يتوكل على الله الله سبحانه تعالى will be with him فهو حسبه ومن يتوكل على الله فهو حسبه here we have style of condition قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله also method of condition وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا all these examples we don't have condition but we have اسلوب شرط method of condition فهو حسبه فاتبعوني what it underlines this is the answer of the condition ومن يتوكل على الله وهو حسبه قل ان كنتم تحبون الله if you loved الله فاتبعوني يحبكم الله follow me الله will loves you will love you فاتبعوني so what it underlines this is answer of condition جواب الشرط تجد أن هذا الجواب قد يقترنا بالفعل you will find this answer is coupling with ف فسوف فسطردع فما بلغت فلن يكفروه فقد سرق فعسى فلا تطع ما فاتبعوني فهو all these all these answers we have the letter of ف with it so اقتران جواب الشرط coupling the answer of condition with the letter of fa why it's covering with fa because this verb لَيْسَ فِعْلًا يَصْلِحُ وَأَنْ يَكُونَ جَوَابًا بِالشَّرْطِ because this لَيْسَ فِعْلًا يُصْلِحْ this verb doesn't fit to be answer of condition in the first sentence we have here هو حسبه nominative sentence جملة اسمية مُبْتَأ وَخَبَر وَمَن يَتَوَكَّ عَلَى اللَّهُ this is the verb where it's answer we don't have here verb فعل الشرط وجواب الشرط في الفعل الأدوات التي تجزم فعل فعلين مضارعين وأدوات الشرط التي لا تجزم فعلين مضارعين we have to fear but here we don't have fear من يتوكل على الله فهو حسبه the answer isn't fear so لأن هذا الجواب ليس فعلا because this answer doesn't verb fit to be answer of condition في المثال أول we have nominative sentence فهو حسبه وفي المثال الثاني جملة فعلية مبدوعة بفعل الأمر قل إن كنتم تحبون الله sentence here end the meaning the meaning complete if you love الله الله سبحانه وتعالى فاتبعوني يحببكم الله فاتبعوني اتبعوني imperative verb فعل أمر فاتبعوني this clause it's answer of the condition إذن في المثال أول in the first example we have nominative sentence مقتل أو خبر الفعل الثاني we have verbial sentence started with imperative verb فعل أمر في المثال الثالث جملة فعلية مسبوقة بنهي verb your sentence before it we have negative article فلا تطعهما don't obey them إن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إذن في المثال الثالث جملة فعلية مسبوقة بنهي verbial sentence before it we have the negative article الجواب الرابع جواب الشرط فعل جامد فعل جامد like عسى this is non-forming verb we have many verbs we cannot form anything with them from them عسى always عسى we can't make from it فعل مضارع or فعل أمر كتب يكتب و أكتب عسى what it's imperative we don't so we call it soiled verb we cannot form anything from it في المثال الرابع جواب الشرط the answer of condition is non-forming the فعل جامد في المثال الخامس we have قد ستة سبعة also with negative article لن وما المثال الثامن before it we have seen and تسعة سوف the rule say يخترن جواب الشرط بالفا وجوب it's must to coupling the answer of condition with فا when or why إذا لم يصل هذا الجواب أن يقع شرط if this answer isn't fit to be conditioned like nominative sentence الجملة الاسمية or الجملة الفعلية التي فعلها طلبي when we have if the verbal sentence its verb is command or order طلب أمر نهي استفام أمر imperative نهي negative استفام interrogative فعلها طلبية command verb أو فعل جامد or non forming verb like عسى أو مسبوك بلن or before it we have لن ما for also negative قد سين سوف when we talk about the future سين سوف In these cases the answer of the condition جواب الشرط must come with فا فهو حسبه يتوكل it's if we say فعل الشرط active of condition فهو حسبه this phrase in a place of answer of جواب الشرط answer of the condition this phrase فاتبعوني also the semi sentence or this phrase also in a place of جواب الشرط answer of condition also this verb sentence it's in a place of answer of the condition also the same thing it's answer of the condition this phrase it's in a place of condition of the article this sentence is passive there voice in the past and in the present in the past ضمي أوله the first letter was ضم ضمي أوله كو فو أو أو جو فو these past tense الفعل الماضي ضمي أوله و أنت كسر ما قبل آخره the last letter the letter before the last letter with كسر كو تيب فو هيم زي ست التعنيس الساكني it's not important فو هيم also the letter before the last letter with كسر فو هيم أعطي كسر before the last letter with كسر وقف قف كسر before زف last letter جول س فريح الفعل الماضي المبني للمجهول passive voice in past tense in Arabic ضم أوله وكسر ما قبل آخره the first letter has ضم the letter that is before the last letter has كسر كتب كتب فهيم فهيم أعطى أعطية وقف وقف جلس جلس فريح فريح past there ضم أوله وكسر ما قبل آخره here we have in the first group we have فعل subject كتب الطلاب فهيم الدارس أعطى محمد وقف الأطفال جلس ضيف فريح الفائز we have verb and subject after that object or adverb or proposition so we have here subject but in passive voice we don't have subject so we say نائب الفاعل deputy of دور نائب الفاعل deputy of دور الفاعل دور or subject grammatical here we don't have subject we don't have that what replace any place of الفاعل المفعول به زيز المفعول به كتبت درس المفعول به منصوب accusative case حالة النصب نصب case with الفتحة object always منصوب الفاعل always مرفوع الفعل الماضي always مبني على الفتح مبني على الفتح كتب فهيما اعطى وقف جلس فريحة but if it attached with attached subject pronoun maybe we put سكون or ضم like كتب كتب نا and so but الفعل الماضي always مبني subject always مرفوع with ضم المفعول به منصوب with فتحة here we don't have here زدوار we don't need to eat but الدرس here became الدرس الدرس takes the place of the subject الدرس we say نائب فعل نائب فعل مرفوع here الدرس مفعول به منصوب object منصوب here الدرس نائب فعل مرفوع كتب فعل مض مبني فعل مض مبني للمجهول past verb مبني building and it is passive voice الدرس نائب فعل مرفوع درس درس دوار rising with ضم also المسألة المسألة أعطى محمد الفقير الفقير أعطى نائب نائب فعل here فعل here الدرس نائب فعل الدارس فعل المسألة نائب فعل الفقير also نائب فعل subject here we don't have subject the lesson is written the issues is understood الفقير أعطى the poor man gave درهم so here we have subject object this object it replaced instead of the subject the second group we don't have object we have here adverb and noun for proposition in English here we have المصدر the infinitive because this verb don't take object intransitive verb وقف الأطفال فاعل تحت ظرف adverb ظرف مكان adverb of place منصوب الشجرة مضاف إليه على حرب مصدر شديدا adjective for it here وقف تحت الشجرة under the tree stood or stood جلس على الأرض on the floor set فريح فرح شديد also maybe maybe in English we don't have these cases but this is the meaning here تحت في محل نائف فاعل in a place of جبت دوار على الأرض also these clothes propositionally clothes in a place of نائف فاعل فرح in a place of نائف فاعل here نائف فاعل here in a place of نائف فاعل because there isn't object here يتسلم here all these past verbs in the present verb يتسلم يقبل يتسلم يقبل ضم أوله وفتح ما قبل آخره ضم أوله وكسر ما قبل آخره with the present ضم أوله وفتح ما قبل آخره the letter before the last letter has فتح تتسلم فتح يقبل يبتاب يقرأ ضم أوله وفتح ما قبل آخره in a present tense also here الشهادة مفعول به الشهادة هو نائف فاعل بقضاء الله proposition and down for proposition يقبل بقضاء الله this clause in a place of نائب فاعل this is about نائب الفاعل نائب الفاعل came in the passive voice مبني للمجهول past passive voice present passive voice ضم أوله وفتح ما قبل آخره ضم أوله وكسر ما قبل آخره مضارع ضم أوله وفتح ما قبل آخره we'll stop here in شاء الله after a minute maybe five minutes or more there we have Turan Kareem this one you can join us نسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق إلى حضرت صلى الله عليه وسلم آله وصحبه ومتر المجتدين الماضين والعلماء الصالحين والسلحين وعلى مشهر المفتريق من دي العليا قدس الله تعالى أرواحه من سكية ونور الله تعالى أطرحته المباركة وأعاد الله تعالى علينا بركاته ومفوضاته دائما ودان وخاص حضرت سازنا شيخ علي الفاتح